أكد معالي سيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن رعاية ودعم جلالة الملك المفدى لمجلس النواب والسلطة التشريعية وتوجيهاته السامية لخدمة مصالح الوطن والمواطنين هي نبراسو العمل البرلماني الوطني على دوام في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية وأكد معالي رئيس مجلس النواب بمناسبة تسلم العهل المفدى رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي أن المجلس النيابي حريص كل الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وأضاف معالي أن المجلس النيابي يضع المصلحة العليا للمملكة في مقدمة أولوياته وعبر التعاون البناء والمثمر مع السلطة التنفيذية بقيادة سمو رئيس الوزراء ومتابعة البرامج التنموية الاقتصادية التي يهدف لتحقيقها سمو ولي العهد الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشيرا معاليه إلى أن إشادة العهل المفدى لأداء المجلس هي خير دعم للعمل والتطوير من خلال ممارسة الدور التشريعي والرقبي خدمة للصالح العام بما يعود بالمنفعة على المواطن البحريني ومؤكدا تطوير العمل وتعظيم الإنجاز التشريعي والرقبي في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية